اشتركوا في القناة وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار في هذه الليلة والليلة المقبلة بإذن الله تعالى سيكون حديثنا حول أهم محطات ثورة الإمام الحسين عليه السلام طرح عدد من الأخوة اقتراحا بهذا الخصوص حول معرفة كيف ما هي طبيعة حركة ثورة الإمام الحسين عليه السلام من حيث الترتيب الزمني والمكاني ولذا سنستعين إن شاء الله تعالى من خلال بعض الخرائط وأيضا من خلال تحديد زمني معين سيتضح لنا من خلال الشرائح الآتية سيتبين لنا كيف كانت محطات ثورة الإمام الحسين عليه السلام ابتداء من شهر رجب من سنة ستين هجرية إلى استشهادة أول محطة عندنا في الشام حيث معاوية بن أبي سفيان يحكم في دمشق وبالتالي هناك في دمشق وفي الجنوب المدينة المنورة وإلى الشرق من الشام الكوفة هذه أهم محطات بالإضافة إلى مكة المكرمة أهم المحطات التي ستكون هي محطات حركة الإمام الحسين عليه السلام وتفاعلات الأحداث المتعلقة بها نعم هناك محطات سفر ما بين مكة والكوفة هذه سنتحدث عنها إن شاء الله في ليلة الغد كما تشاهدون على الشاشة هناك مخطط زمني في الأعلى ثم هناك إن شاء الله مجموعة من الخرائط تأتي تدريجية المخطط الزمني كما ترون الذي ترون باللون الأحمر هو عبارة عن الفترة الزمنية التي انتهت ثم كلما نمضي بالأيام هذا اللون الأحمر يزداد امتداداً بمعنى أننا مضينا بالأيام إلى الأمان وبالتالي يقول بعض المؤرخين أنه في النصف الأول من شهر رجب من سنة ستين هجرية مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه كان مرضاً شديداً وبالتالي أحس بأن الموت قد اقترب منه ولذا أوصى لابنه يزيد في هذا المرض الطبر يروي أن معاوية لما مرضه الأخير أوصى بخصوص مجموعة من الأمور من بينها أسلوب التعامل مع الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن عمر وابن الزبير باعتبارهم يمثلون رؤوس المعارضة القادمة في حال موت معاوية فقال له كيف يتصرف في هذا الظرف فيما لو رفض هؤلاء مبايعة على الخلافة وفي نفس اليوم بعد هذه الوصية بعد أن تلقاها يزيد خرج من دمشق لرحلة صيد ويقول بعض المؤرخين أنه في منتصف شهر رجب من سنة ستين هجرية مات معاوية ابن أبي سفيان بينما كان يزيد في تلك الرحلة خارج دمشق لابد أن أنبه هنا إلى أن بعض التواريخ فيها اختلاف بين المؤرخين أو أحيانا تكون هي عبارة عن استنتاجات لا تكون دقيقة مئة بالمئة ولذا ستجدون أحيانا أننا ننبه بأن التاريخ هنا غير دقيق أو محتمل أو بأنه استنتاجي هذا إن شاء الله يتضح تدريجيا على كل حال هناك من الروايات ما تقول أن في منتصف رجب كان موت معاوية ابن أبي سفيان وعلى أثر ذلك عندما بلغ يزيد الخبر عاد إلى دمشق ودخل القصر وبويع بالخلافة هنا قام بعملين رئيسيين لكي يكسب شعبية عند الجماهير الشامية الأمر الأول وعدهم بغزو العراق كان هناك ثارات وكان هناك طبعا خلال السنوات الماضية من حكم معاوية كان هناك حالة من عدم الاستقرار الداخلي في الكوفة وفي بعض أنحاء العراق قد لا يكون بشكل ثورة ولكن ما كانت النفوس راضية ثم هناك ثارات قديمة من عهد الإمام الحسن والإمام علي عليه السلام وبالتالي كأن من أجل كسب شعبية عند الناس في الشام يزيد بن معاوية وعد أهل الشام بغزو العراق قريبا الأمر الآخر أنه فتح أبواب بيت المال وأغدق على الناس أموالا هائلة وبالتالي هنا في الشام الأمور استقرت ثم فورا كتب رسائل إلى الأمصار إلى الولايات الرئيسية الإسلامية هذه الرسائل تخبر يخبر فيها بأن معاوية قد مات وأن يزيد أصبح الآن خليفة وأنه لابد من أخذ البيعة من الناس ليزيد بن معاوية ولكن كان كل تفكيره كما أوصاه أبوه كل تفكيره هم ينصب على المدينة المنورة باعتبار أن في المدينة أولئك الذين ذكرنا أسماؤهم وبالتالي كان قلقا من هذه الناحية ولذا بخصوص المدينة أرسل رسالتين الرسالة الأولى التي ستكون علنية وتقرأ على الناس والرسالة الثانية صغيرة حتى شبهت كأنها أذن فأرة يعني من حجمها الصغير هذه رسالة سرية صغيرة كتب فيها يزيد بن معاوية ما يلي أما بعد يقول لوالي المدينة أما بعد فاخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه هذا المضمون الخطير في هذه الرسالة هو الذي استدعى أن تكون الرسالة سرية بهذا الشكل الآن ننزل جنوبا من الشام إلى المدينة المنورة وفي المدينة المنورة هناك سنعرف ماذا جرى عندما وصلت تلك الرسالة إذن الآن نحن في الجزيرة العربية في المدينة المنورة في يوم 26 رجب من سنة 60 هجرية وصلت الرسالتان إلى والي الأمويين في المدينة المنورة هنا الوالي اضطرب الأمر ليس بهين أن يواجه الحسين وابن الزبير وابن عمر بمثل هذا الأمر لعل ابن عمر أمرا أهوا من غيره ولكن بخصوص الحسين وابن الزبير الأمر مقلق بالنسبة إليه ولذا استدعى مروان ليستشير في هذا الأمر وفعلا مروان قال له أرسل إليهم ولكن لا تخبرهم عندما ترسل إليهم لا تخبرهم الأمر فقط استدعهم فإذا جاءوك حين ذاك أطلعهم على الأمر وطالبهم بالبيعة في نفس المجلس وليس ضمن البيعة العامة التي تتم مع الناس فإن أبوا فاقتلهم في نفس المجلس لا تسمح لهم بالخروج لأنهم سيجيشون الناس ضدك هذه كانت توصية مروان بن الحكم لوالي المدينة وفعلا أول شخص تم استدعاءه هو الإمام الحسين عليه السلام هنا الإمام كما جاء في الرواية خرج وفي يده عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج ومعه ثلاثون رجلا من أهل بيته وقال لهم إني داخل فإن دعوتكم أو سمعتم صوتي قد على فاقتحموا علي بأجمعكم وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم فإذا الإمام كان حاس بأن الوضع غير طبيعي وكان الاستدعاء في الليل وبالتالي أحس الإمام أن الوضع غير طبيعي وطلب ممن معه أن يخرجوا معه وأن يكونوا على أهبة الاستعداد فيما لو احتاج إليهم دخل الإمام الحسين عليه السلام على والي المدينة وهناك عرض عليه والي المدينة ما جرى وطلب منه أن يبايعه مبايعة ليزيد بن معاول الإمام الحسين عليه السلام قال أنا لا أبايع سرا إذا أردت أن أبايع بيعة لا بد أن تكون علنية فأنا لا أبايع سرا هنا وأمهلني إلى الغد عندما تريد أن تأخذ البيعة من الناس حين ذاك نرى ماذا يحصل وفعلا الوالي هنا قبل كلام الإمام الحسين عليه السلام ولكن مروان لم يقبل ذلك طبعا لا يمثل هو يعني منصبا رسميا ولكن كونه في المجلس ومستشارا للوالي نهض فورا واعترض على الوالي وقال للوالي بأن عليك أن تأخذ منه البيع الآن وإلا فقطع عنقه طبعا الإمام الحسين عليه السلام هنا تكلم بحدة مع مروان وهدد مروان ووبخه توبيخا عنيفا وخرج عليه السلام من مجلس الوالي دون أن يبايع الشخص الثاني الذي تم استدعاءه هو عبد الله بن الزبير ولكن عبد الله بن الزبير بمجرد أن سمع أنه قد استدعي ليلا عرف أن الأمر مريب وبالتالي فر إلى مكة المكرمة ترك المدينة وخرج إلى مكة المكرمة من ليلته طيب اليوم التالي يوم 27 رجب سنة 60 هجرية رجال الوالي كانوا في حالة استنفار يبحثون عن عبد الله بن الزبير اختفاء المفاجئ غير مريح بالنسبة للوالي في احتمال أنه موجود في المدينة ويهيئ الناس للثورة والتمرد أو غير ذلك وبالتالي الوالي كان منشغلا بالبحث عن عبد الله بن الزبير هنا خلال نهار 27 رجب الوالي لم يعرض الأمر على الناس ولم يتابع أمر الإمام الحسين عليه السلام إلى أن انتهى نهار يوم 27 ودخلنا في ليلة 28 رجب حين ذاك الوالي أرسل خلف الإمام الحسين عليه السلام بعدما أيسى من عبد الله بن الزبير أرسل إلى الإمام الحسين عليه السلام أن تعالى وبايع الإمام مجددا لم يذهب طبعا ولكن مجددا أرجع المرسل وقال له أمهلوني إلى الغد أصبحوا ثم ترون ونرى الغد يصير خير وفعلا قرر الإمام عليه السلام في تلك الليلة أن يخرج من المدينة ولذا استدعى أهل بيته وقال لهم نخرج وبالتالي خرج مع إخوته ومع أبناء إخوته الوحيد من بين إخوته الذي لم يخرج هو محمد بن الحنفية ومحمد بن الحنفية حاول أن يثني الإمام عليه السلام عن عزمه ولكن الإمام أبى وأصر على الخروج إلى مكة المكرمة إلى الآن ما في استدعاء إلى الكوفة ولا في رسائل ولا شيء هو قرر أن يخرج إلى مكة وهذا في شهر رجل أو آخر شهر رجل طيب الإمام عليه السلام وهو يخرج يبدو أن الأمور بالنسبة إليه واضحة في اتجاه التصادم مع الخلافة الأموية مع يزيد وإعلان الثورة ولكن كيف ومتى وأين هذه أمور مرجأة إلى الظروف ولذا كتب وصية الإمام سلام الله عليه كما رواها ابن أعثم وغيره في كتبهم جزء من هذه الوصية هذا النص الذي طالما نقرأه ونستشهد به وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي هذا النص موجود في وصية الإمام علي عليه السلام التي كتبها وأودعها عند محمد بن الحنفية وبالتالي نخرج من المدينة جنوبا إلى مكة المكرمة حيث وصل إليها الإمام الحسين عليه السلام ومن معه بعد أيام في بدايات شهر شعبان ليس عندنا بالدقة أي يوم دخل الإمام عليه السلام مكة المكرمة يقولون في بدايات شهر شعبان من سنة ستين دخل الإمام مكة المكرمة وهناك أدى الإمام ومن معه العمر المفردة وبدأ الناس يفدون على الإمام الحسين عليه السلام الروايات تقول بأنهم كانوا يستقبلون الإمام ويزورونه وهم في حالة شوق شديد إليه وفرح لقدومه إلى مكة فرحا شديدا وصاروا حسب تعبير إحدى الروايات يترددون عليه بكرة وعشية طيب هنا الإمام سلام الله عليه استمر في مكة من شهر أو آخر شهر من أوائل شهر شعبان إلى ثمانية ذي الحجة هذه طول هذه المدة لاحظ كم شهر شعبان ورمضان وشوال ذي القعدة هذه أربعة أشهر تقريبا أربعة أشهر الله أعلم كم يوم أقل أكثر بهذه الحدود الإمام استقر في مكة المكرمة خلال هذه المدة الإمام سيستقبل الوفود والرسالة التي تأتيه من الكوفة ولكن الآن نريد أن ننتقل من مكة المكرمة ونذهب إلى الكوفة لنعرف ماذا جرى هناك عندما بلغهم نبأ موت معاوية من جهة وانتقال الإمام الحسين من المدينة إلى مكة المكرمة هذا الأمر أثار أهل الكوفة ورأوا فيه الفرصة لإحداث تغيير في الواقع السياسي القائم ولذا يقولون أنه في أواخر شهر شعبان من سنة ستين هجرية بلغهم نبأ وصول الإمام الحسين إلى مكة واستقراره في مكة الآن من الذي أوصل الخبر؟ هل مبعوث من قبل الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هم المعتمرون الذين كانوا ينتقلون بشكل طبيعي ودائم ما بين المدينتين؟ الأمر غير واضح ولعل الإمام أرسل إليهم الخبر على كل حال في أواخر شهر شعبان كان بلوغ الخبر ولذا عقدوا اجتماعا فوريا بمجرد وصول هذا الأمر عقدوا اجتماعا فوريا والذي كان يترأس هذه الحركة سليمان بن صورد الخزاعي وسليمان هذا سيكون قائد لثورة التوابين بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام لأنه كان مسجونا في سجن الأمويين خلال أحداث كربلاء وبالتالي خرج من السجن بعد ذلك وانتفض في ما يعرف بثورة التوابين سليمان جمع أقطاب المعارضة في الكوفة وعرض عليهم الأمر عندما تكامل عدد المعارضين في الكوفة وقف سليمان وخطب فيهم وطالبهم بمكاتبة الإمام الحسين عليه السلام ليقدم إلى الكوفة إن كانوا فعلا مستعدين لنصرة الإمام الحسين عليه السلام وفعلا كتبوا كتابا هذا أول رسالة هذه أول رسالة كتبت للإمام الحسين عليه السلام ضمن هذا المجلس المنعقد في دار سليمان بن صرد ولذا ننتقل الآن من الكوفة نعود مجددا إلى مكة رسالة تم إرسالها مع مبعوث خاص ووصل هذا المبعوث إلى الإمام الحسين عليه السلام بالتحديد لا نعرف ولكن يقولون في أوائل شهر رمضان يعني مسافة الطريق من الكوفة إلى مكة المكرمة الرواية تقول بأن الإمام الحسين استلم الرسالة قرأها وسكت ولم يعلق على مضمونها ولم يبدي تفاعلا معها ولم يبدي أيضا أن يتردد فعل سلبية تجاه هذه الرسالة ولكن خلال الأيام اللاحقة مع مضي الأيام بدأت تتوالى رسائل أخرى من أهل الكوفة مع مبعوثين من أهل الكوفة تقول أحد الروايات أن عدد الرسل بلغ 150 رجلاً ومع كل واحد منهم رسالة من رجلين أو ثلاثة أو أربعة يسألونه القدوم عليهم والإمام لا يجيبهم بشيء إذن توالت الرسل إلى الآن الإمام غير مطمئن إلى مدى استعداد أولئك القوم لنصرته في حركته هذا ولكن وصلت رسالة في النهاية في خلال شهر رمضان وصلت رسالة إلى الإمام سلام الله عليه هذه الرسالة استفسر الإمام من كتبها من أصحابها فقالوا له اجتمعوا عليه يعني اجتمعوا اجتمع على الكتاب على الرسالة اجتمع عليه شبث بن ربعي وحجار بن أبجر إذا تذكرون في الليالي الأولى تحدث في الليلة الأولى بالدقة تحدثنا عن شبث وعن حجار وبعض هذه الأسماء هؤلاء يمثلون سادة قبائل وكان لهم امتداد عريض في الكوفة وخارج الكوفة وبالتالي عندما ذكرت هذه الأسماء عند الإمام الحسين وضمها إلى كل الرسائل السابقة التي جاءته حين ذاك الإمام عليه السلام أخذ قراره في التوجه إلى الكوفة يقول اجتمع عليه على الكتاب شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج ومحمد بن عمير بن عطارد هنا حسب الرواية نهض الإمام الحسين عليه السلام فورا وتطهر توضأ وصلى ركعتين بين الركن والمقام وسأل الله سبحانه وتعالى الخير ثم بادر إلى كتابة كتاب إلى أهل الكوفة يخبرهم في هذه الرسالة بأنه قد عقد عزمه على القدوم إلى الكوفة وأن عليهم أن ينصروه وأنه سيرسل مع هذا الكتاب مسلم بن عقيل وهو ابن عمه وثقته وعليهم أن يبايعوا مسلما على النصرة مبايعة للإمام الحسين عليه السلام في خمستعشر رمضان بالدقة في سنة ستين هجرية تحرك مسلم بن عقيل نحو الكوفة طبعا خلال مسيرة مسلم تجنب الطريق الرئيسة التي كانت تسلك من قبل الحجاج والمعتمرين والمسافرين ما بين مكة والكوفة تجنب هذا الطريق وسلك طريقا أخرى بحيث يكون بعيدا عن أعين الجواسيس والوشات وهذا كلفه الكثير يعني أخذ المسلم معه أثنين من الأدلاء وتعرضوا جميعا إلى خطر الموت نتيجة الضياع في الطريق والعطش وغير ذلك حتى أن أحدهما قد توفي في هذا الطريق وبالتالي بكل صعوبة استطاع مسلم بن عقيل أن يتجاوز هذا الطريق الصعب الوعرة ويصل إلى الكوفة الآن ننتقل إلى الكوفة في خمسة شوال سنة ستين هجرية وصل مسلم بن عقيل الكوفة ونزل في دار سالم ابن المسيب هناك رواية أخرى تقول نزل في دار مسلم بن عوسجة على كل حال بمجرد وصول مسلم وبلوغ الخبر عند أهالي الكوفة صاروا يرحبون به وتوافدوا عليه بشكل منقطع النظير والرواية تقول أنهم كانت تتلى عليهم رسالة الإمام الحسين عليه السلام فيستقبلونها باكين مستبشرين ومبايعين بهذه الحالة من استقبال هذه الرسالة ورسول الإمام الحسين وهو مسلم بن عقيل الآن دخلنا طبعا تعدنا تاريخ خمسة شوال دخلنا قليلا أكثر في شهر شوال مع الأيام هنا والي الكوفة بدأ يقلق من هذه الحركة ومن وجود مسلم بن عقيل والي الكوفة كان النعمان بن بشير الأنصاري ووالده كان من الصحابة من الذين كانوا يوالون معاوية يعني هذا البيت كان مواليا وفي خط الأمويين وهو من الحالات النادرة جدا التي نجد فيها بيتا من أهل المدينة من الأنصار ويكون ولاؤهم للبيت الأموي على كل حال النعمان بن بشير يقولون أنه لم يكن يمتلك تلك القوة النفسية التي من خلالها يواجه مثل هذا الأمر ولذا حاول بطرق سلمية وبكل هدوء أن يثني أهل الكوفة عن مبايعة مسلم بن عقيل والإمام الحسين عليه السلام إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل ثم قرر أن يخطب في الناس وعندما خطب في أهل الكوفة قال لهم بأن ما تقدمون عليه بمثابة التمرد على الخليفة الشرعي وهذا تمرد على إمام الزمان الذي بايعتموه وبالتالي لا يحق لكم أن تخلعوا بيعتكم ليزيد بن معاوية وأن هذه فتنة ووعدهم أنهم إن لم يقاتلوه ألا يقاتلهم ويتركهم في سلام ولكنه لا يضمن لهم ماذا ستحمل الأيام من ردود فعل من قبل الخلافة أحد جواسيس الأمويين أو رجالات الأمويين في الكوفة انزعج من موقف الوالي وفعلا كتب رسالة وأرسل هذه الرسالة إلى يزيد بن معاوية في الشام يخبره بالموقف الحالي وكيف أن الكوفة صارت الآن متجهة إلى الحسين عليه السلام وأن الوالي لا يستطيع أن يواجه هذه الحالة وأخبر يزيد أن الحسين إن وصل إلى الكوفة فهذا يعني سقوط الكوفة حتما وبالتالي ننتقل الآل من الكوفة غربا إلى الشام حيث تصل هذه الرسالة إلى يزيد بن معاوية فكيف ستكون ردة فعل يزيد طيب الرسالة وصلت إلى يزيد وفعلا استدعى سرجون وهو مستشار وعرض عليه الأمر فأشار عليه بأن يستبدل الوالي من البديل أشار عليه بعبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد حين ذاك كان والي البصرة فقال له ضم إليه ولاية الكوفة بحيث يكون واليا للبصرة والكوفة اعزل الأنصاري وعين عبيد الله بن زياد واصدر أمرا في نفس الكتاب بقتل مسلم بن عقيل كي تتخلص من هذه الفتنة ننتقل الآن من الشام إلى البصرة حيث عبيد الله بن زياد ستصل إليه الرسالة ولكن قبل وصول رسالة يزيد إلى عبيد الله بن زياد كانت هناك رسائل قد وصلت من الإمام الحسين عليه السلام إلى البصرة فماذا جرى في البصرة كان الإمام عليه السلام قد أرسل مجموعة رسائل إلى عدد من رؤساء القبائل من الشخصيات الكبيرة التي كان يعرف لها شيء من الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام أرسل إليهم رسائل يطلب في هذه الرسائل النصرة إن هو ذهب إلى الكوفة أن تتحرك الجماهير من البصرة وتنضم إلى ثوار الكوفة بحيث يكون هناك مدد أكبر في نصرة هذه الثورة من هذه الأسماء الأحنف بن قيس وهو معروف في ولاء الإمام علي عليه السلام ولكن هؤلاء القوم لم يبدو أي تفاعل إيجابي مع رسائل الإمام الحسين عليه السلام وتملكهم الخوف إلا أن واحدا منهم وهو المنذر بن الجارود وهذا لقصة مع الإمام علي عليه السلام وجانب من هذه القصة في نهج البلاغة موجود في بعض الكتب على كل حال المنذر بن الجارود هذا كان أبو زوجة عبيد الله بن زياد يعني عبيد الله بن زياد نسيبة صهرة يصير فهذا أخذ الرسالة وراح إلى صهرة وقال له بأن هناك رسالة وصلت إليه من الحسين يطلب فيها النصرة وأن فلان الفلاني هو الذي جاء بهذه الرسالة طيب هنا عبيد الله بن زياد استشاط غضبا وأمر باعتقال هذا المرسل من قبل الإمام الحسين وإعدامه فورا فعلا تم إعدامه وبالتالي وقف عبيد الله بن زياد بعد أن أعدم هذا المرسل وصلبه أمام الناس صعد المنبر خطيبا مهددا ومخوفا قال لهم سأخذ البريء بجريرة المتهم صاحب الذنب أي واحد ينهى ضدي ضد الدولة الأموية سأخذه وسأخذ من أهل بيته وأعوانه ومواليه من أشاء سأنكل فيكم أشد تنكي لا أحد يتحرك نصرة للحسين عليه السلام سيأخذ القاصي بجريرة الداني هذا التعبير هذا الكلام أدخل الخوف في قلوب الناس وبالتالي لم يتحرك أحد لنصرة الإمام الحسين عليه السلام انتهينا الآن تقريبا من شهر شوال من سنة ستين للهجرة في هذه الأيام أيضا وصلت رسالة يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد وفي هذه الرسالة طلب بأن ينتقل إلى الكوفة ليستلم الولاية فيها أيضا هناك وأن يقمع التمرد فورا وأن يلقي القبض على مسلم بن عقيل ويعدمه فعلا بن زياد في أوائل ذي القعدة يخرج من البصرة مع بعض معاونيه ويتوجه إلى الكوفة إذن الآن نحن عند الكوفة عندما اقترب من الكوفة قريبا يدخل الكوفة أراد أن يعني يختبر الناس ابن زياد فغير طريقة لباسه ولبس بطريقة بحيث يوحي بأنه جاء من الحجاز تعرفون حتى الآن مثلا الثوب الدجداشة عندنا مثلا احنا في الكويت غير عن مثلا في الحجاز غير عنها في قطر غير كذا يبين حتى نوع اللباس أن هذا من أي بلد جاء في ذاك الزمان أيضا كان مثل هذه الاختلافات البسيطة تظهر أن هذا الإنسان من هذا البلد أو ذاك البلد ولذا احتال بمثل هذه الحيلة وصور نفسه بأنه الإمام الحسين عليه السلام وبالتالي تنكر بهذه الصورة وتلثم غطى وجهه وارتدى عمامة سوداء وأخذ بيده قضيبا كما كان يفعل الإمام الحسين عليه السلام وجلس على بغلة وليس على فرس أيضا لمزيد من الإهام بأن القادم هو الإمام الحسين عليه السلام وفعلا بمجرد أن دخل الكوفة تصور الناس أن القادم هو الإمام الحسين ودون أن يطالبوه بأي نوع من التأكيد أو الإثبات أو كذا فورا قاموا ينادون ويهتفون بحياة الإمام الحسين عليه السلام يرحبون به يسلمون عليه ويرحبون بقدومه إلى الكوفة عارضين نصرتهم عليه هنا بمجرد أن اقترب من القصر وأحس بالراحة بأن سيدخل في مكان آمن صاح أحد معاونيه وهو مسلم ابن عمر الباهلي قائلا إليكم عن الأمير يا ترابية ترابية نسبة إلى أبي تراب يعني يا شيعة علي إليكم يا ترابية فليس هذا من تظنون هذا الأمير عبيد الله بن زياد هنا أسقط في يد الناس وبالتالي تفرقوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون في مثل هذا الموقف تفرقوا ودخل ابن زياد قصر الإمارة وقد امتلأ غيظا وغضبا وقرر اتخاذ مجموعة من التدابير الفورية في حق هؤلاء الثوار في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث في اليوم الثاني من وصوله أو اليوم الثالث وقف عبيد الله بن زياد خطيبا مهددا مرة أخرى بنفس المنطق الذي نجح فيه وهو في البصرة بأخذ البريء بالسقيم يعني المتهم وأهله وموالي ومن حوله والشاهد بالغائب إذا فر أحدكم أعتقل ابنه أعتقل زوجته أعتقل أحفاده وهكذا والولي بالولي يعني إذا كان الذي أبحث عنه أو يتم اعتقاله عبد سأعتقل السيد أيضا وإذا اعتقلت السيد سأأخذ العبيد وهكذا ما لم يطيعوه ويكفوا عن هذه الثورة هذا الكلام ما أثر على الثوار في الكوفة واستمروا في إعلان نصرتهم للإمام الحسين والتوافد على مسلم بن عقيل ومسلم يكتب أسماءهم ويأخذ عليهم العهود والمواثيق في رواية تقول أن عدد الذين تم تدوين أسماءهم في الأوراق في السجلات للثوار بلغ تقريبا 12 ألفا ورواية أخرى تقول بأن عددهم بلغ 20 ألفا هنا عبيد الله بن زياد أمر بإلقاء القبض على مسلم بن عقيل فمسلم خرج من البيت الذي كان يستقر فيه ويعرفه الناس واختبأ في دار هان بن عروة المرادي كنوع من الإجراء الاحترازي في يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ستين هجرية مسلم بن عقيل يكتب رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام ويطلب منه القدوم إلى الآن لاحظ أن الكوفة وضعها مع الإمام الحسين عليه السلام والعدد بلغ 12 أو 20 ألف مناصر ولذا كتب رسالة والرسالة جدا مشجعة يقول فيها أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله جمع أهل الكوفة معك فأقبل حين تقرأ كتابي والسلام عليك هذه الرسالة صدرت في شهر ذي القعدة في بدايات شهر ذي القعدة والإمام عليه السلام ما زال في مكة المكرمة استمر الوضع في الكوفة على ما هو عليه قرابة الشهر مسلم مختبئ في دار هانة الأوضاع ما زالت لصالح الإمام الحسين عليه السلام إلى أوائل ذي الحجة سنة ستين هجرية هنا كان مسلم في دار هانة هانة يصاب بوعكة صحية هانة كانت لنوع من العلاقة سابقا مع عبيد الله بن زياد ومع زياد بن سمية وبالتالي عبيد الله بن زياد يزور هانة هنا كانت فرصة لأن يقوم مسلم باغتيال عبيد الله بن زياد عندما عرف أن عبيد الله سيأتي هنا بين أيدينا روايتان الرواية الأولى تقول أن هانة اعترض قال لا إن اغتلت عبيد الله بن زياد وفشلت الاغتيال أو حصل ما حصل لربما نسائي أطفالي كذا يتأذون بسبب هذا وأنا لا أقبل أن يتم هذا الأمر في بيتي الرواية الثانية تقول لا أن مسلم بن عقيل كره الغدر وقال أنا لا أقوم بمثل هذا الأمر أو أنه في اللحظات الأخيرة تردد وقرر عدم الفتك بعبيد الله بن زياد مبعوث مسلم للإمام الحسين عليه السلام في هذه الفترة كان قد تم القاء القبض عليه ومعه الرسالة من مسلم بن عقيل طبعا هناك أكثر من رسالة هناك أكثر من رسالة أرسلت من قبل مسلم هذه إحدى الرسائل كانت مع عبد الله بن يقطين ويطلب فيها مسلم تعجيل القدوم ولذا لما تم القاء القبض عليه وعرفت الرسالة قدم لإبن زياد استجوبه ثم أمر بقطع رأسه وفي اليوم التالي ذهب أحد الجواسيس إلى ابن زياد وأخبره أن مسلم بن عقيل موجود في دار هانئ بن عروة وفعلا يقوم ابن زياد باستدعاء هانئ بن عروة ويواجهه بالحقيقة فيرفض بن عروة تسليم مسلم بن عقيل ويتعرض هانئ للضرب والحبس في السابع أو الثامن من ذي الحجة وهذا التاريخ موازي لتاريخ لحركة الإمام الحسين عليه السلام لاحقا خل في بالك هذا التاريخ سبعة أو ثمانية ذي الحجة إذا ثمانية فهو يوم التروية اليوم الذي يذهب في الحجاج إلى منا ثم إلى عرفات في اليوم التاسع ففي يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة سنة ستين لكن نحن في الكوفة مسلم يجمع الأنصار الذين عهدوه على نصرة الحسين عليه السلام آلاف يقولون من المستعدين للقتال توجهوا إلى قصر الإمارة وهناك حصلت بعض المناوشات مع أنصار بن زياد ومع العسكر ثم استدعى عبيد الله بن زياد بعض رؤساء القبائل مثل شبث بن ربعي وآخرون استدعاهم من أجل تفتيت هؤلاء الذين كانوا قد جاءوا لنصرة الحسين عليه السلام فصعدوا إلى أعلى القصر وصار كل واحد منهم يخاطب قومه ويحاول أن يعدلهم عن رأيهم في نصرة الإمام الحسين وفعلا نجحوا في هذه المهمة لا سيما عندما خوفوهم بأن جيش الشام الذي لا يرحم في طريقه إلى الكوفة وحين ذاك وقعت البلبلة في صفوف الناس وصار البعض ينسحب وصارت بعض النساء تأتي وتطلب المرأة من زوجها أو ابنها عدم التدخل في هذا الأمر وفعلا بدأ الناس يتفرقون عن مسلم بن عقيل في ذلك الموقف يقول في إحدى الروايات أن الذين بقوا فقط ثلاثين رجلا هنا مسلم بن عقيل يذهب للصلاة ومعه الثلاثون يتفرقون عنه ويبقى هو وحده يتوجه إلى بيت طوعة وهناك يستقر تلك الليلة في بيت طوعة ثم ابنها يذهب ويخبر ابن زياد وفي اليوم التالي يتم إلقاء القبض على مسلم بن عقيل بعد قتال ويصاب مسلم بن عقيل ثم يأخذ ويقطع رأسه وبعد ذلك يلقى من أعلى القصر ثم يأخذ هان بن عروة إلى السوق مكتوفا وأمام الناس يقطع رأسه ثم يجر في الطرقات والأسواق أمام الناس طبعا هان بن عروة سيد من سادات الكوفة وبالتالي عندما يفعل بهذا يدخل الرعب في قلوب الناس بشكل أكثر هنا فورا عبيد الله بن زياد يرسل رسالة إلى يزيد بن معاوية يخبره بما فعل ومع الرسالة رأس مسلم بن عقيل ورأس هان بن عروة كما تقول إحدى الروايات الآن نذهب إلى الشام حيث تصل الرسالة في النصف الثاني من شهر ذي الحجة وهذا تخمين يعني ما عندنا رقم دقيق تاريخ دقيق لكن احتمال أن يكون في النصف الثاني من ذي الحجة من سنة ستين هجرية الرسالة تصل الرأسان يصلان إلى يزيد يبارك يزيد هذه الخطوة ويطالب في رسالة يطالب بتشديد الرقابة الحدودية والأخذ بالظن والشبهة يقول في الرسالة وإنه قد بلغني أن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن وخذ على التهمة غير أن لا تقاتل إلا من قاتلك واكتب إلي في كل ما يحدث من الخبر الآن ننتقل إلى مكة المكرمة حيث الإمام الحسين عليه السلام وقد دخل شهر ذي الحجة من سنة ستين هجرية هنا يبدو أن خبر وصل إلى الإمام أن هناك مؤامرة لاغتياله يعني صدر أمر أموي بأن يتم اغتيال الإمام وهو في مكة ففضل أن يترك الحرم المكي كي لا يستباح الحرم المكي بدمه الشريف وجلس مع ابن الزبير واستشاره في هذا الأمر ابن الزبير شجعه على الخروج ثم ندم ابن الزبير حتى لا يتهم بأنه يريد التخلص من الإمام الحسين وبالتالي قال يعني تراجع عن كلامه لكن الإمام كان قد عقد العزم على الخروج وفعلا في يوم الثامن من ذي الحجة يعني نفس اليوم اللي تكلمنا عنه هناك في يوم الثامن من ذي الحجة خرج الإمام الحسين عليه السلام بمن معه من أهل بيته من مكة المكرمة ومن أنصاره متجهين إلى الكوفة إذن نغادر مكة المكرمة ونصل في موقع ما من الجزيرة العربية حيث وادي الرمة منطقة معروفة لاحظوا هذه منطقة خضراء هناك يعني هو وادي وهناك عيون ما إلى آخره فهي محطة مهمة كانت ملتقى رحال المسافرين من البصرة والكوفة في قدومهم إلى مكة والعكس لاحظوا ترتيب الأماكن مكة المدينة ووادي الرمة والكوفة طبعا المغادر من مكة لا يذهب إلى المدينة هناك طريق نجدية طريق الصحراوي الذي يتجهون فيه إلى وادي الرمة ثم باتجاه الكوفة لما وصل الإمام الحاجر من بطن الرمة بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل الكوفة يخبرهم بقدومه إلى الآن الإمام لا يعلم ماذا جرى في الكوفة وحال مسلم وحال هانة وغير ذلك إلى الآن الأمور غير واضحة ولكن الإمام يرسل أنه آت في الطريق ويطالبهم بالصبر وانتظار وصوله ماذا جرى بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الليلة المقبلة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله وبركاته